تم إعادة بناء هذا المفهوم ولكن بقى ليس بنظام الدول وإنما بنظام الجماعات بعد الحرب العالمية الأولى سقطت آخر دولة إسلامية كما ادعت أو آخر خلافة إسلامية كما ادعت وهي كانت خلافة سياسية صرفة طامعة في ملك الأرض السياسي خلافة العثمانية سقطت مع الحرب العالمية الأولى وكان أحد أهداف الحرب العالمية الأولى أحد أهدافها هو إسقاط الدولة العثمانية تواكب مع هذا الأمر اتفاقية سايكوز بيكو ثم تقسيم العرب إلى عدد من الدول بعد أن كانت هذه الدول هي دول عرقية قائمة على العرق العربي مثل بلاد ما بين النهرين اللي هم بلاد الرافدين العراق وبلاد الشام وبلاد مصر وبلاد المغرب العربي وبلاد الجزيرة العربية تم تقسيم هذه المناطق جميعها إلى دول يخرج 22 دولة العربية 22 دولة العربية يعقبهم إنشاء إنشاء خلي بالك من اللي بقوله يعقب إنشاءهم أو أثناء إنشاءهم أو بيتواكب مع إنشاء بعضهم جماعة إخوان الشيطان التي عرفها الناس كذبا وخطأا باسم جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 شكرا